السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون مختلف. وفكرته جديدة. طبعا هنعمل فيه ازاي نعمل فنوس رمضان. طبعا شكله النهائي زي ما احنا شايفين. زي ما هو معروض قدامنا. وفكرته بسيطة وادواته بسيطة خالص. ومشه ياخد معانا دي او واحدة في العميل. طبعا اول حاجة عندي دي ورقة ايه فور. آآ هاخدها اتنيها بالشكل ده. طبعا انا جربت اعمله بالورقة كاملة بصراحة فكان طويل جدا وشكله مزريف. فهضطر ان انا اقصرها شوية. فها يعني قصيت منها جزء. فغير. يمكن اتنسى انتي كده. عشان بس يقصر معايا الطول شوية. وبعدين بالمصدرة بتاعتي. هبدأ احدد. كل اتنين سنتي هحط علامة نقطة. عشان دي هقص من عندها بعد كده. او كل اتنين سنتي هحط علامة. لحيد اخر الورقة بتاعتي خالص. ومن الطرف التاني هعلم لحد اتنين سنتي كده علامة. طبعا انا بعلم الاتنين سنتي دول عشان لما اجي عص يبقى يعني مفيش جزء يكون اطول من التاني في القص. يعني اعف لحد الاتنين سنتي دول في الاجزاء اللي انا هقصها كلها. هبدأ امسك المقص وعنده كله نقطة او علامة حطتها هبدأ امسك المقص واقص. لحيد النقطة طبعا اللي انا علمتها في الطرف التاني هحاول ما عديهاش. عشان طبعا زي ما فهمتكم يبقى القصات كلها في نفس المستوى. طبعا مظبوطة. هقص كل العلامات اللي انا عملتها. طبعا الفكرة بتاعت الفانوس دوت بسيطة جدا ومش بتاخد وقت زي ما احنا شايفين. ويعني مفيش اي تكلفة خالص هي تكلفتها بس الورقة اللي احنا بنستخدمها. ممكن نختار ورقة ملاون ممكن نعملها بورقة بيضة فيش مشكلة اللون اللي احنا بنحبه بنعمل به. دي اخر نقطة خلصت انا كده قص. بفرتها. وهقوم لفاه بالشكل ده. وابدأ اسبت الطرف دوت بدبوس. لو مش عندي دباسة مصر ممكن اعملها بلازق عادي مفيش مشكلة. المهم ان انا امسكهم في بعض. ممكن باللازق ممكن بالغيرة اي حاجة. اي حاجة متوفرة في البيت ممكن استخدمها. ده طبعا اي الشكل بتاعه. شكله بسيط وفي نفس الوقت شكله حلو يعني. فكرته بسيطة جدا ومكوناته بسيطة لكن شكله النهائي حلو. هجيب ورقة. برضو شريط صغير من نفس اللون. الجزء اللي انا كنت اقصاه في البداية اللي انا قصيته في بداية القص بتاعي. هبدأ اخده. واعمله كيد للفنوز بتاعي. طبعا لو عملناها لون تاني كان هيبقى شكلها مش حلو. فطبعا لازم تبقى نفس اللون. او عشان امسك منه. ممكن نستخدمه الاطفال الصوارين يلعبوا بيه ممكن نحطه كديكور زي ما كنت حطاه. او هيبقى شكله حلو جدا. ممكن نحطه جواه شمع على فكرة. ونطفي النور بيبقى شكله حلو قوي. يعني طبعا يمكن كمان مش واضح في الصور قوي بس بصراحة شكله انها بيبقى حلو. ممكن نحطه جواه شمع صغيرة. هيدينا اضاءة حلوة ولون حلو. ودي كانت الفكرة بتاعتنا النهاردة وده الفيديو بتاعنا. اتمنى ان الفيديو بتاعنا النهاردة يكوننال اعجابكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس.